مرحباً كاملاتها أدركيو أنت لديك سأ MART يتحدث عن مدينة اليوم سنتحدث عن حالة وين الخامسة نسترجع مع بعض الآن قاعدات وين نمبر 1 وين بعدها يأتي past symbol بعدها نمبر pas symbol وهي بتساوي as soon as نمبر 2 وين بعدها past symbol بعدها past continue once اللي هي عقسم y نمبر 3 وين بعدها الثاني هيكون past perfect اللي هي عقسم after وبتساوي before number four when هيجي بعدها past continuous بعدين البرب التاني past symbol اللي هي بتساوي while number five when بعدها past perfect بعدين past symbol اللي هي بتساوي after الآن نجرب مع بعض هذا الexercise عشان نقدر نفرج ما بين حالات when لكل جملة بدنا نحدد أي حالة لوين عندي choose the correct answer when I space the class the students kept silent طبعا عندي هنا when هنشطل عليها هدور على الفعل الموجود عندي لقيت عندي هنا kept طبعا الفعل الموجود عندي هو هيدليلي على الفعل اللي أنا بدي أخطاره الآن بسترجع أي حالة من حالات when البرب التاني هيكون past symbol فلقي عندي number one هاي هنا past symbol لقيت عندي هنا number four past symbol يعني الخيارات بدي أخطار يا إما past symbol يا إما past continuous يا إما past perfect طبعا في الخيارات مش هيجمع لي الثلاث خيارات الصح أوكي يعني واحد منهم هيكون موجود عندي يعني في الخيارات يا إما حالاقي symbol يا إما حالاقي continue وص يا إما حالاقي perfect مش هيجتمعوا الثلاثة مع بعض لأنه الثلاثة صح سؤالة choose الآن بدور I'm entering طبعا مش هتصبك معي enter لقيت عندي هنا enter past symbol أوكي طيب هتصير الجملة when I enter the class the students kept silent طبعا أي حالة لونها عندي symbol و symbol يبدأ هذه الحالة أوكي هي بتسوي as soon as نشوف number two when she space her breakfast she went out عندي هنا when وهي عندي هنا went out past symbol يدور في الخيارات على الverb اللي ضايع عندي هنا عندي هنا has eaten طبعا ممرش علي في حالة when إنه هيكون عندي person perfect عندي هنا is eating طبعا ضرب في حالة when ممرش علي أن هتأخد person continuous لقيت عندي هنا had eaten اللي هي past perfect أوكي فبأخذ had eaten عصير الجملة when she had eaten her breakfast she went out طب أي حالة هادي لون اللي بعديها ال perfect يس هادي الحالة اللي هي بتسوي after أوكي number three when layla space in london شي مت قلي عندي هنا when والبرب الثاني مت بدي أخطار is studying ما لقيتش ولا فعل طبعا ما فيش person continuous مع وين ما جنيش أنا has studying طبعا تركيبت الفعل هنا غلط studies برضو أنا في حالاتي هنا في درسي ما أخدتش أنه بديش بعدها present simple أوكي لقيت عندي هنا was studying أوكي عندي هنا was studying طبعا past continuous هصير الجملة when layla was studying in london شي مت ali طيب أي حالة من حالات when بديشي هنا بعديها past continuous اللي هي هادي number four اللي هي بتسوي while يعني when هنا بتسوي while أوكي وفي دو when بتسوي mean after وفي وان هنا when بتسوي as soon as نشوف number four when the war began she's based in london طبعا عندي الخيارات عندك lives عندك has lived and it was living and it is living طبعا هنختار was living حسير الجملة when the war began she was living in london يعني when اجا بعدها هانا past simple بعدين لان اخترت past continuous يعني من وين هادي اي حالة yes excellent ان هي عكس while السمبل بعدين continuous good هان number five عندي when i went home i space my work عندي هانا وين وبعدها past simple طبعا الفعل اللي احنا اخترناه هان had finished يعني اخترناه هانا past perfect طيب اني حالة لوين هانا ان ببعدي ها وين بعد وين هيكون past simple بعدين pass perfect اي حالة yes excellent ان هي عكس after simple بعدين perfect او انها اللي بتساوي before اوكي that's all for today i'll be back with a new video till then take care that's me mrs. imran ghasifurai a teacher of english at الفلوجة high school north gaza thank you السلام عليكم ورحمة الله